مستوى العالم هو الأكثر جذباً للإستثمارات نتكلم على 20 نادي كلهم إستثمارات أجنبية والوجهة الأولى لأي حد بيفكر يستثمر النهاردة يعني هتلاقي تجربة أو تجربتين في فرنسا هتلاقي 3-4 تجربة إستثمارية في إيطاليا مفيش ولا تجربة إستثمارية في الألمانيا لأنه لسه عندهم شغالين بنفس النظام بتاعنا هنا لكن النهاردة ما تتكلم على أي حد بيفكر يستثمر في كرة قدم على طول هيروح إلى الدول الإنجليزي أتفع معك جداً يا أحمد والإستثمارات دي كانت جزء من النجاح وجزء من الأرقام الفلكية طبعاً أتفع معك جداً وبالضافة طبعاً لكلام بلال إحنا الدور الوحيد اللي محافظ على جودته وقوته وأعتقد أفضل دوري في العالم حالياً هو الدور الإنجليزي وكل اللعيبة لما بتجيلهم إغراض طبعاً كبيرة جداً وخاصة من الدور السعودي منشوف أن الدور الإنجليزي الوحيد اللي اللعيبة ممكن لا بتمشيش منه إما بتتجه للدور الإنجليزي إنه برضو فيه استثمارات وفيه عندها أناك محافظة على جودتها وعلى قوتها وكمان بتنافس في أغلب الدوريات سواء دوري أبطال أوروبا وحتى دوري كنسة حق الأوروبي أشوف أن الدور الإنجليزي هو الدوري الوحيد اللي محافظ على جودته وقوته في الزل طبعاً الأرقام والنجاح الكبير جداً اللي محاققينه فيه لعشرين سنة طبعاً وأكيد الناس دي حتى فيجن عندها رؤية مثلاً الدوري الإنجليزي في عشرين تلاتين مثلاً يعني هيكون يعني نازلي مش بتشتغل وتستنى النتائج طبعاً بصدفة نازلي بتحدد تارجت إنه إحنا عايزين نوصل بالدوري الإنجليزي مثلاً إنه حقوق الرعاية بتاعته في عشرين تلاتين توصل مثلاً اتنين مليار إنه حقوق البس التلفزيوني توصل كذا وده بيعن عكس في النهاية برضو على قدرات الأندية دي يعني أنت لما تكلم على عوائد بطولة بالشكل ده تكلم على أجور لعبين قدر على استقطاب أهم الأسماء في العالم زي ما كان بلال بيقول من شوية الناس كلها فترة وفترة كنت بتحلم تلعب في الدوري الإيطالي النهاردة كله بيحلم يلعب في الدوري الإنجليزي أفضل مديرين فنين عندهم الرغبة إنهم يلعبوا في الدوري الإنجليزي حقوق البس أعتقد أنهم بيزلوش أي مجود في أنهم يعني يبيعوا حقوق البس حتى فكرة إنه النهاردة الإعلانات بتاعت المطشاط داخل الملعب بقت بتتباع لكل زون في العالم يعني أنت بتشوف أعلانات أسيوية وانت بتفاجع على نفس المباراة وانت تفاجع على المطشاط في أسيا وانت تفاجع عليها في الميدل إيست أو في منطالة العربية والشرق الأوسط بتشوف أعلانات لشركات مصرية بتروح أوروبا بتشوف كل ده في مباراة واحدة فانت بتبيع أعلانات المطش في خمس أو ست قرارات تقريب طيب ده على مستوى البطولات طيب تعالوا نشوف على مستوى الأندية اللي هستعرضه معاكم داتي أرقام أكبر أو أهم 20 نادي في أوروبا تعالوا نشوف كده الأرقام طبعاً نتكلم على الإرادات ممكن يبقى أنا مكلمش هنا على أرباح وخسار أنا بكلمك على حجم إرادات الأندية هو بيسرف منها قد إيه كسب منها قد إيه طلع ممكن يكون خاصة على قد إيه لكن لما أكلمك على أنه نادي واحد يكون حجم إراداته يصل تقريباً إلى ما يقرب من مليار يوم تتكلم على أرقام كبيرة جداً دول أكبر 20 نادي في أوروبا وبالمناسبة مش كلهم يعني أصحاب بطولات وألقاب وأمجاد لكن تعالوا نشوف هنا فكر هل الرقم ده يعني قبل أن ندخل في الإحساس هل الرقم ده رقم التداول المالي ولا صافي الإرادات صافي الإرادات أنا مستغرب عشان بريس بس لكن مش صافي الأرباح صافي الإرادات طيب نروح لريال مدريد في الصداع كالعاد ريال في الصدارة بـ 831 مليون يورو في المركز الثاني السيتي بالمناسبة كان في الصدارة السنة اللي فاتت وأعتقد السنة اللي فاتت السيتي كان تجاوز المليار هل نحن عايزين رقم واحد ده يفضل يعني إيه بره التقييم هذا محبوز لريال مدريد برغم أن الريال ما بيعملش انتدابات بقالوا موسيبين انتدابات كبيرة أهو الخبر أهو أهو واحد مليون كده ريال سيتي باريس سان جرمان أهو عن برشلونة 800 فرق بسيط جدا أربع فرق بيكلموا في 800 وإيه أهو منشستر يونيتد يونيتد تراجع تراجع كدير 745 رغم أنه فنيا بيعين طبعا ومن أغنى لديت العالم يعني كانت ترتيبه الأول أصلا يعني ترتيبه من 6-7 سنين كده كان هو الأول في المركز السادس بارميليخ طبعا 744 مليون ليفربول في المركز السابع 682 مليون توتنهام في المركز الثامن وده بالنسبة لي مفاجأة 631 مليون تشيلسي في المركز تشيلسي خسران 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 طبعا نفيف موسيميل واحده صرف مبالغ كبيرة جدا وما فيش أي عوائد بس بتكلم على عوائد 589 أو 599 مليون تقريبا يورو أرسنل في المركز العاشر 532 مليون أرسنل بعد الإرادات دي أعتقد صرف حوالي 600 مليون فبالتالي يعمل خسار في حدود 52 مليون تقريبا لحد الوقت 8 أندية منهم 4 أندية انجليزية يعني منشستر رينايتد ومنشستر سيتي وأرسنل وتشيلسي وتوتنهام خمس أندية من من 10 أندية برشلونة والريال أتليتكو مادريد عندك 2 من كبار ألمانيا أو 3 من ألمانيا باير بوسيا دورتمون وإنتراكت في فرانكفورت وستة من إنجلترا في أول 10 عشرة من حيث التكوير وفي نيوكاسل موجود وعندك نيوكاسل طبعا بعد كده لسه جاي عندك نيوكاسل وعندك نيوكاسل وعندك نابولي من إيطاليا وعندك أليمبيك مرسيليا وإسي ميلان دول أهم 20 نادي في أوروبا من حيث الإرادات تعالي شوف بقى معاكم التطور التطور من 2016 الأرقام دي مهمة إحنا مش بنستعرضها عايزين نقول إنه الناس دي ابتدت بفكرة أو بخطة سميها زي ما أنت عايزت تسميها وحطوا لنفسهم هدف يوصلوا لي بعد فترة معانم الزمن هدف ده ممكن بالنسبة لنحنا يبقى مثلا 20-30 20-40 ما عنديش منع والله يبقى 20-50 حتى بس إذا كانت الدولة نفسها حتى ده حتى رؤية اسمها تنمية مستدامة 20-30 وحتى خطة بعيدة المدى اسمها 20-50 عشان تقدر تحقق أو توصل اللي أعيز له أعتقد إنه في بطولة مهمة جدا فيها إمكانيات نجاح زي بطولات عندنا في مصر نقدر نعمل ده فليما نقولش إحنا عايزين الدولة لمصري في 20-30 يبقى جمهوره كامل العدد يبقى حق التسويق والرعاية بتاعه رقم كذا يبقى عوائد البطولة على الأندية كذا يبقى جايزة البطولة بدل الجوائز اللي إحنا منتكلم عليها لما بتتغيرش من 20 سنة فاتت كذا إحنا محتاجين نعرف قيمة المنتج المصري يعني القائمين وأنا أفضل برضو الفكرة عندي كلها في القائمة على إدارة المسابقة لا مستطيع لك حاجة أي تقييم للمنتج الحالي في ظلم المصري